اهلا 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 وسهلا بحضراتكم طيب هو فيه اي حد في الدنيا او تحديدا في مصر مصر بالتحديد والمنطقة العربية بشكل عام واي عاقل بشكل اكثر عمومية مش عاوز الخير والاستقرار والهدوء والسلام للسودان بالتحديد هقولك ليه السودان بالنسبة لمصر بالتحديد لانه العلاقة ما بين الشعبين العلاقة بتاعة التاريخ والعلاقة بتاعة المجتمعات العلاقة الشعبية سيبك من السياسة وسيبك من كل حاجة علاقة مصر والسودان علاقة شديدة الخصوصية شديدة الخصوصية يعني انت في مصر لا تستطيع ان تفرق بين مصريا وسودانيا بالكتير قوي إلا من اللهجة إذا بانت أصلا ونفس القصة بالمناسبة المصريين طول الوقت هم الشعب الأحب المقرب إلى نفس الشعوب أو الشعب السوداني على اختلاف شرايحه الاجتماعي فعلى سبيل المثال اللي عايز أقوله لك إنه إحنا طول الوقت مصر والسودان ده مجتمع واحد شعب واحد تاريخ واحد بل هو دائما مصير واحد وتجمعه دائما وحدة المصير فلا يوجد بلد في الدنيا مصر حريصة على أمنه واستقراره قد السودان القصة مش متعلقة بأنها البعد الاستراتيجي المصري والحدود الجنوبية والشقيقة العربية والشقيقة الإفريقية المسألة بالنسبة لنا أكبر من كده بكتير ده واحد اتنين هل العالم أصلا أو بالأدقة تأخذك على حتة العربية الأول هل المنطقة العربية أصلا حمل أي توتر تاني؟ بالعكس ده اللي بيحصل خلال الكام سنة اللي فاتوا إنه أعين عمالين بنوحد الصف العربي وبنحاول نخلق استقرار داخل الدول العربية وبنحاول نخلق المزيد من الاستقرار والأمان والسلام والوحدة شعب واحد على أرض واحدة إلى آخر ده ده اللي عايزوا بالمناسبة الشعب العربي والحكام العرب وخلال يمكن تقريبا من 2014 وحتى هذه اللحظة هو جهد رئيسي لدى الشعوب العربية وحكمها من ناحية ومن ناحية تانية لدينا احنا هنا في مصر شفنا بعنينا قد كده كانت تحركات الرئيس وتصريحاته وملفاته صاحبة الأولوية الكبرى والقصوى تؤكد دائما على نفس المفهوم ونفس المنظور استقرار ووحدة الشعوب على كامل أراضيها طول الوقت دعوة دائمة للسلام طالما تحدثنا أن الأولوية الكبرى سياسيا في السياسة الخارجية المصرية لفخامة الرئيس هي تصفير المشاكل في المنطقة بالكامل مش بس المشاكل اللي ممكن تكون متعلقة بينا احنا كدولة المنطقة بالكامل يجب أن تصفر مشاكل في البرنامج ده الموزيع يمكن طالما تحدث عن أنه قوتنا الحقيقية في وحدتنا العربية قوتنا السياسية في وحدتنا العربية قوتنا الاقتصادية في وحدتنا العربية قوتنا العسكرية في وحدتنا العربية جمعنا مع بعض نمتلك مجموعة من المقومات إذا اتحادنا في استقرار وهدوء وسلام وأمان ولا حد يعرف يقرب لنا وعلى هذا تجد أنه كل المنطقة العربية جمعة الدول العربية من ناحية هتلاقي الاتحاد الأفريقي من ناحية تانية حتى الأمم المتحدين كنت تابعته الحديث ما بين فخامة الرئيس و أنتونيو جويترشت شفتوا البيانات بتاعة الجامعة العربية الكل يحاول خلق استقرار وتهدئة في السودان نهاردة على سبيل المثال تلقى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس سلفاكير رئيس جمهورية جنوب السودان طيب الاتصال بالتأكيد كان حول الأوضاع في السودان واتباحت حول مستجدات الأوضاع الأخيرة في سودان الحبيب فضوء زي ما كنت بقول لك روابط تاريخية وعلاقات أخوية متميزة ما بين الثلاث دول دور مصر ودور جنوب السودان في دعم الاستقرار وسلامة السودان الخرطوم العاصمة في السياق ده أكد الرئيسين فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس سلفاكير خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية وبيأكدوا كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته لتحقيق أمن واستقرار وسلام الرئيسين الحقيقة وجهوا نداء للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان وبينشدوا كل الأطراف كل الأطراف بالتهدئة وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني وهو الأهم كمان أعرى بالرئيسين عن استعداد مصر واستعداد جنوب السودان للقيام بالوساطة ما بين الأطراف السودانية علشان يتم وقف تصاعد هذا العنف اللي مش هيؤدي إلا لمزيد من تظاهر الأوضاع وده قد يؤدي للخروج عن السيطرة بيأكد الرئيسين أن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لاستكمال المصار الانتقالي السياسي وتحقيق بناء وتنمية في السودان السودان يا جماعة مكان جميل وبلد عظيم وشعب في منتهى منتهى العظمة والجمال والطيبة والخلق وخلي بالك السودان كمان بلد ممتلئ بالموارد وبلد عنده مقومات اقتصادية ما شاء الله مزهلة علشان كده مهم أن السودان يستقر لأجل شعبه من ناحية أخرى أجرى سيد وزير الخارجية سيد الوزير سامح شكري اتصال هاتفي برئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي طيب هذا الاتصال كان في حديث حول التطورات الجارية على الأراضي السودانية وكشف سيد سفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه معالي الوزير سامح شكري حرص على إحاطة رئيس المفوضية الافريقية بكل الجهود اللي بتبزلها مصر بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية في إطار جامعة الدول العربية وده من خلال الدعوة بإذن الله لعقد اجتماع طارق لمجلس الجامعة على مستوى المندبين الدائمين وده علشان نشتغل كجامعة عربية أو على نزع فتيل الأزمة الراهنة في السودان استعرض معالي الوزير سامح شكري أهم ما خلص إليه الإجتماع من نتائج وتوصيات كذلك فإنه الوزير سامح شكري الحقيقة أحاط رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بكافة الاتصالات اللي بتقوم بيها مصر من أجل حث الأطراف السودانية على وقف إطلاق النار وحق ندماء الشعب السوداني ما نرى وما نتابعه هو الشعب السوداني ما يحدث من اشتباكات الشعب السوداني من تراق دماؤه هو الشعب السوداني من تزهق روحه هو الشعب السوداني عشان كده فعلا مفيش مصري لا يتمنى إلا كل الخير والأمن والسلام للسودان بعد كده الحقيقة كمان معالي الوزير سامح شكري في هذا الاتصال الحقيقة برضو أو هذا الاتصال يعني مع رئيس المفاوضة الإفريقية اتكلم على الاتصال اللي حصل مع وزير خارجية السودان السيد علي الصادق في هذا الصباح الجانبين اتفقوا على استمرار التشاور والتنسيق خلال الأيام اللي جاية لمتابعة تطورات الأزمة وجهود الاحتواء كل التمني كل الدع من قلوبنا إنه السودان يستقر طيب بطبيعة الحال ويمكن إذا كانت هذه الأحداث بتحصل في السودان إلا أنها بتحصل في نفس الوقت وإحنا عندنا عيد القيامة وعندنا الأقباط الأرثودوكس الحقيقة بيحتفلوا فكان من السيدة الأولى السيدة انتصار السيسي أن هنأت أقباط مصر مسيحيين مصر الحقيقة بخصوص عيد القيامة المجيد وجاء نص تهنئة كالتالي كل عام وشعب مصر والأخوة الأقباط بخير بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد التي يضرب المصريين فيها المثل العظيم في الترابط والتضامن والوحدة الإنسانية وأدعو الله في هذه المناسبة أن يديم على بلدنا الأمن والأمان والاستقرار كل عام وأنتم بخير هنا تنتهي تهنئة قرينة فخامة الرئيس وكل التهنئة الحقيقة مرة تانية وتالتة وعشرة لأهلين المسيحيين في مصر بمناسبة الأعياد وكل الأمل والتمني والدعى بنفس خالصة راضية للسودان بالاستقرار العاجل والهدوء والسلام والأمان استأذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام والله العظيمة بغض من كتر ما بجد يعني مش هزار لو أنت عادت تنظر بإمعان على الوسط الفني المصري أو المواهب المصرية فلو الله من غير ما تنظر بإمعان أنت حتى لو خدت نظرة شاملة كده من على الوش أنت هتشوف كم مواهب مذهل وعظيم وتراكم في الموهبة يعني عند مثلا جيل الوسط وهتلاقي مواهب جديدة موجودة دلوقتي وطبعا المواهب الأكبر فيه جيل الكبار وطبعا من البداية من أول ما قلنا يا صباح الفل يا سينما يعني وده أكتر من حوالي 120 سنة سينما دلوقتي ومصر طول الوقت عندها كم فنانين أنا بكلمك هنا على التمثيل لسه ما قطلقش بقى على المزيكة بأنواعها ومختلاق واختلافاتها وأشكالها المختلفة وما إلى ذلك فبحس إنه لو جيت اتكلمت على فنان مصري وعلى حجم موهبته سوف أتهم بمجاملة أو يتم اتهامي بشوفينية مصرية شكل أشكالها العنصرية ناحية مصر مع إنه مصريين أصلا شعب غير عنصري على الإطلاق وما عندناش عنصرية فيه ناس بتتهمنا بإنه عندنا إيه حالة تكبر وغرور وصلف كده إحنا عندنا اعتداد بالذات إحنا لعندنا لا غرور ولا صلف خالص ولا تكبر إحنا عندنا اعتداد بالذات إحنا عارفين أهميتنا كويس عارفين قوتنا قد إيه فعشان كده بنبقى فخورين بالعقول سواء إذا كانت على المستوى الإبداعي والفني والثقافي أو العقول العلمية إلى آخره وعلشان لما باجي أقول لك مصر فعلا مليانة دي حقيقة يعني أنا أظن إنه من أول رمضان لحد النهار ده إحنا بقلنا كده كم يوم في رمضان يا جماعة 24 يوم أو 25 أظن يمكن كل حلقة مثلا بتكلم عن فنان أو اتنين ودايما لما بتكلم بتكلم على حجم موهبتهم الرفيعة فبقيت حاسس إن أنا قد أتهم بمجاملة بس فعلا ما هياش مجاملة هضرب لك مثل بسيط في حد يختلف هنا بقى أنا هقول لك بقى إيه الجملة كيفما أشعر بها وأراها وفي يقيني الذاتي على عبقرية ما حفظ الألقاب على عبقرية إيهاب فهمي طيب قولي دور واحد لإيهاب فهمي جلة قولي مرة اتفرقت على إيهاب فهمي وما صدقتوش خد بالك ما صدقتوش هنا طبعا ناسبنا إن أنا ندور كان إخواني لان مش دي القصة بتكلم ما صدقتوش يعني ما صدقتش الشخصية مرة استحالة استحالة فلما باجي لما هاجي أتكلم عن الفنان والنجم والمبدع بجد يعني إيهاب فهمي لا أعتقد أن أنا هوفي حقه على الإطلاق بس خليني أرحم به على التليفون يا دي الهنى يا دي النور كل سنة وحضرتك طيب وإنت طيب يا صد يوسف والله ما عارف أقول إيه يعني ده كلام كبير علي أوي كتير علي لا أستاذ ما تقولش كبير بس ربنا يخليك والله العظيم الله يهزك وأشكرك جدا على الكلام الجميل اللي فوق راتي ده لا والله كل سنة ومصر كلها بخير وبسلام وبأمان والحمد لله على الحمد لله على الفن المصري والحمد لله على أعمال المهمة في الفن المصري طب هنا بما أننا هتكلم عن الفن قبل ما هتكلم على أنا اللي هستخدم التعبير وأنا عارف أن طواضعك الجم هيحول ويمنع دون استخدامك للمصطلح قبل ما هتكلم على عبقرية إيه بفهمي فيه تجسيد والتشخيص الأدوار المختلفة أو الشخصيات المختلفة أنا هنا بتكلم مع فنان مصري مهم وأيضا رجل له دور نقابي مهم جدا إيه هو سر بكلم بأمانة والله إيه هو سر تفوق ملحوظ وحقيقي وتراكمي كمان للفن والفنانين المصريين الخبرة الفرصة الانتاج قوة الانتاج لما يبقى عندك أعمال مصروف عليها وورق مهم واختيارات مهمة واختيارات المواضيع اللي تبرز كفاءة الفنان المصري بيبع وبينور وبينور قوي لأن مصري أوليود الشرق والفنان المصري موظوب قوي يعني مصر غنية جدا بمبدعينها غنية جدا بفنانينها عندما تأتي إليهم الفرصة عندما تأتي إليهم كل الظروف المحيطة للنجاح اللي بتخليك تنجح بتنجح فالحقيقة كمية العمال سيد يوسف المعروضة هذا العام تحديدا اللي بتعملها المجموعة الشركة المتحدة عمال مهمة جدا صحيح جدا ومجهود وكل فنان رائع وكل فنان وكل عمل مهم اتقدم في رمضان السنة دي أعتقد يعني أنا يعني يعني أغاير جملة بتاعتك اللي بتقول هالي الجميلة بتاعت العبقرية بتاعتها بفهمي عبقرية الأزازة كلهم زملائي الحقيقة المنورين في كل عام الرمضان أنا ما أنا كنت عجل كنت كنت بقول في المقدمة أنا أخاف أن أتهم بالمجاملة بس الحقيقة أنه الفنانين بتوعنا مزهلين مزهلين طبعا طبعا جمدين زي ما بيقولوا كده بالكلمة أيوة يعني بالتعبير الدار الجامد طبعا ممثلين جمدين ومهمين وتسيادوا يعني هو كان في بعض الحاجات اللي بتقول والفنان المصري هو العمل المصري لا مهما قيله وقاله المصري يا ولود الشرق الفن المصري هو الرائد العمال الدرامية المصرية هي الرائدة بكل محتوى مصورين ومخرجين ومؤلفين وفنانين وعمليات انتاجية وانتاجا الحقيقة نفخر بهذا الموسم الرمضاني الرائع اللي هو أثبت قد إيه كفاءة الفن المصري طب أنا عندي دايما تساؤل مصحوب وجهة نظر كده صححني لو أنا غلطة لأن مش أنا من أهل الفن أنا دايما ضد فكرة أنه يقولك الفنانين المصريين ما بيوصلوش للعالمية لأنهم شعاية ما بيطلعوش هوليوود وأنا بظن دايما أن ده كلام فاضي وكلام فارغ لأنه الممثلين والفنانين الهنود وصلوا للعالمية من بوليوود زي ما هم الناس بتاعة أمريكا اللاتينية وصلوا للعالمية من استوديوهات المكسيك برضو بعيدا عن هوليوود الفنانين الأسبان وصلوا للعالمية من استوديوهاتهم يعني بعيدا برضو عن هوليوود وبلغتهم بالأسبانية لا بالإنجليزي ولا بلاكن أمريكاني ولا كل الكلام اللي بيتقال ده هل إحنا في احتياج إلى المزيد والمزيد والمزيد من الدفع التسويقي علشان تبقى أعمالنا المنتجة مصريا أعمال المتحدة تبقى موجودة في الدنيا طبعا يعني أنت حركة قلت السؤال وقلت الإجابة الرائعة سؤال لا والله أنا بطرحها في أكار سؤال أنا ممكن تقول لي لا نسف مش كين سلام سليم جدا ورأي سليم جدا التسويق بس أنا قدر أقول لحضرتك تعلمنا هكذا تعلمنا في الأكاديميات قيمة العالمية أن تغرق كلما كانت مواضعنا خاصة بينا إحنا يعني زي ما تقوله كده باللغة الدرجة برضو ما نكبشرش أو ما نقلتش أو ما نجيبش فورمات عشان نعملها لما بنقدم المواضيع اللي جوانا اللي مننا اللي عايشينها اللي بنشوفها وزي ما بتقدم حضرتك مثلا الأعمال اللي بتجسد بطولة المقاتل المصري فأنت من جواك قوي من جوا مواضيعك قوي فبتنجح قوي عندما نطعم الفن بكل المواضيع اللي داخل مننا اللي طلع مننا وأن نسويقها جيدا واعتقد أن الشركة المتحدة بكل الطرق اللي بتعملها وكل التطوير اللي بيتم سنة عن أخرى وعام عن آخر الحقيقة أنا حاسس أن احنا بنوصل لده بدليل حقول له حضرتك كده بلغة السوق كنا دايما نسمع الأول المشاهدة مش عارف اللي بتاع السنة دي حاول ما نحاول ولكن أثبت المنتج المصري المنتج المصري العمل المصري تسيده تماما بلا نقاش وما ينفعش نجمل يعني كتير قوي دايما نقول ساعات بيجي فيه بسا بيبقى اعتراض من داخلنا ده تمام ده نقد واح لكن إن أنا أثر على العملية الفنية أعتقد أن ده بيبقى متعب لكن الحمد لله السنة دي نجحنا جميعا كل الزملاء وكل الأعمال وكل الأعمال السريكة المتحدة الحقيقة أثبتت أثبتت جدرتها وأثبتت أنها على قدر المسؤولية وكل عام بيمر بنتقلق أكتره بنجبر أكتره وحنوصل للحطة الحركة طول الحقيقة حتة التسويق الجيدة جدا عبر العالم مش عبر الدول العربية بس عبر العالم أتفق معاك قوي قوي لأنه رمضان السنة دي بالذات شهد منافسة شديدة على المستوى الإنتاجي والمنافسة تبقى حلوة على فكرة يعني أنا من قمصار أن كلما كانت المنافسة كلما استطعنا أن إحنا نبرز كل واحد فينا مواهبه وقدراته وما إلى آخره يعني بيبقى استعراض رائع فالأعمال بتاعتنا اعتلت العرش بامتياز الحمد لله الحمد لله ومصر مليانة ومصر ولادة مؤلفين ومخرجين ومبدعها وممثلينها وكل من فيها الحقيقة مصر ولادة وكل يوم بيطلع لنا فنان وكل يوم بيطلع لنا مخرج وكل يوم بيطلع لنا مدير تصوير وكل يوم بيطلع لنا السناريس الحقيقة نحن أمام يعني فترة مهمة جدا في الفن المصري نرجو أن نستجلها على يعني زي يقولوا كل قوتنا لأن الفن هو إحدى أزرع القوى النعيمة المؤثرة المؤثرة في كل شيء صحيح إن شاء الله نصل أن نحن نبقى فرحانين كده زي ما احنا في العرص الرمضاني نحن نهاردة 25 رمضان الحمد لله رب العالمين الخمستاشر نكحت والتلاتين نكحت وأعمال مهمة وانت هنا بتقول ده عظيم وده النهاردة عمل مشهد عظيم وده عمل حلقة عظيمة الحقيقة كرنفال كبير جدا مهم في الدرامة المصرية وبنشكر عليه يعني الشركة المتحدة خعلا قادة هذه الحملة زي بقولوا الحملة الفنية اللي احنا نصل النهاردة نتفرج على حضرة العمدة نتفرج على جعفر من العمدة نتفرج نتفرج على كل الأعمال المهمة جدا نتفرج على كتيبة 100 واحد نتفرج على حرب نتفرج على كل الأعمال تحت الوصاية الحقيقة احنا أمام تعددية رائعة لكل الأزواء تشوف اللي تشوفه وتعجب يعني زي أي عملية فنية بتشوف فيها حلو بتشوف فيها ما يعجبكش هو جمل الفن كده إنه ما يبقاش متوحد في وجه النظر المائدة الرمضانية السنة دي عامرة حضرة العمدة بقى عشان كده أنا أعيد عمال مصر على استخدام المصطلح بتاع كلمة عبقاري أنا عجبني قوي الدور وليه بقى لأن أنا شفت فنان عبقاري بيديلي الصورة اللي أغلبنا شافها خلال كم سنة اللي عدوا السود إياهم أو الشهور السوداء 12 شهر كانوا سواد وانكشفت فيهم هذه الجماعة أمام المجتمع بس عشان كمان يمكن في الحقل الفني أو الثقافي أو السياسي احتكينا بالكوادر بتاعت هذه الجماعة وشفناها وجه اللي وجه على الحقيقة فإحنا عارفينهم قدمت هذه الشخصية دون تشنج ودون افتعال وبنعومة مذهلة عاملة زي نعمتهم الخبيثة بالظهر أنا يعني طبعا أشكرك على رأيك الجميل ده في الشخصية فوق راسي طبعا يوسف لكن هي الحقيقة هي زي من الفنان زي بقولك أن تغرق في المحلية زي مرتلك يعني أن أنا بتفرج على الناس دي دي يا معركة عملت وشفت وإحنا شفنا الحقيقة أنا بعمل السخصية دي كان بيجواء بيجواء طرح دائما قد إيه إنك تصل بين الشعرة إنك أنا ضد تشنجاد وضد المنهج اللي دايما بيقول إنك تمارس الشعرة من العين المبرأة أو الصوت العالي بالعكس هما لازم يبقوا ملمعين قوي ولازم يبقوا عندهم ضحكة سامجة قوي للوصول للهدف اللي هما عايزين يوصلوله والحقيقة إن الراجل ده نجيدة ده 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 دكتور يعني له من الثقافة وله من العلم فلازم إنه هو يبقى بيغلب ده بإطار الجماعة يعني مشهد اللي اتعرض مبارح اللي كان بيني وبين ابني أنا عايز أقول لك إنه المشادر كانت متعبة جدا بالنسبالي لأنه أنت بتقول كل قضيتك هذا الراجل كفر بكل الأشياء لدرجة أنه كفر بده يعني هو ما عندهش أي حاجة غير الجماعة ما عندهش إيمان حتى صحيح صحيح بأي شيء غير الجماعة يعني فمسألت الشخصية دي ووضع الشكل الرمزي من خلال اللبس أو من خلال طريقة اللبس اللي هي طائية أو الأشياء المعمولة يعني قال لشو اللي رسمها اللي رسمها أستاذ عادل أديب طبعا المخرج أنت بتصل في النهاية أنك أنت بتقول الناس دي إحنا قد إيه أثروا فينا وحنشون طبعا نهاية كل شهر حيبقى عامل إزاي لكن في النهاية إحنا كنا أمام 11 شهر ربنا اللي جاءهم في تاريخنا أبدا يا رب وقد إيه إحنا عيشنا سنين أو شهور سودة في حياة الوطن والناس دي إحنا بنقول للناس دي مش مسألة أنهم كانوا موجودين الناس دول هم موجودين فخلي بالكم لأنهم ممكن يبقوا موجودين قدامك في صورة أخرى في شيء آخر ولكن هو برضو بيتلمس لك أو بيتقرب إليك ببعض الأشياء اللي أنت متخائل أنها تكون مفيدة لكن هي في الحقيقة هي شر وضد الوطن وضد المكان اللي إحنا بنعيش فيه اللي بيجمعنا كلنا بلدنا الحبيب صحيح الحمد لله إن أنا قدرت أوصل هذه الشخصية بكل تفاصيلها لأن تفاصيلها صعبة صعبة على الفنان جدا جدا توصيل الحسيزين صحيح أنا عايز أشكرك جدا 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 مش بس على الدور بتاع مسلسل حضرة العمدة لكن بشكل عام حقيقي بجد بشكرك كفنان وكأنقابي بالمناسبة جدا كمان يعني أشكرك أشكرك وبوق رأس بكل كلمة يا ربي خليك أستاذ ما تقولش كده ده أنا اللي أتشرف والله بجد ربنا يخليك يا رب كل الشكر اللي نجمنا الكبير الرائع الفنان المبدع يهاب فهمي بما إنه السنة دي مسلسلات رمضان يغلبوا عليها العمد ما بين حضرة العمدة وجعفر العمدة أنا في حاجتين بقى بخصوص جعفر العمدة تعرفنا ولا مرة كلمت على جعفر العمدة بوصة سيدي أولا أنا لسه ما تكلمتش على هلا صدقي نجمة رمضان السنة دي في رأيي نجمة رمضان نجمة رمضان يعني نجمة كل رمضان هلا صدقي كل رمضان مش نجمة مسلسل محمد رمضان مش نجمة جعفر العمد هلا صدقي نجمة رمضان ومش هقولك بقى أصلا العودة بقوة لا هلا صدقي عندها قدرة غريبة جدا أنا كنت مثلا أنا يعني فينا خلص بودو أنا أصغر لكن أنا أتذكر كويس قوي حسن أرابسك دور هلا صدقي في حسن أرابسك كانت توليفة لما بين ميلو دراما وكوميديا مزهلة هلا صدقي برضو خد بالك في جعفر العمدة بتقدم لنا نفس المعادلة أو نفس التركيبة أو نفس التفاعل الكيميائي لو حبيت تقول عليه كده يعني إنه بتقدم لك في هذا المسلسل خفة ظل حقيقية جانون زي ما بيتقال وفي نفس الوقت مشاهدها اللي هي مفعمة بالإنسانية مشاهد الأم مشاهد مثلا اللي متعلقة بالانكسار لما حصل إن ابنها تضرب قدام عينيها الفنان الرائع الجميل من موزم أحمد فهيم دي هلا صدقي يعني لو شخصية سيد وأنا اتكلمت على سيد بقى أنا أنا حبيته قوي قوي الممثل يعني مش بس شخصية سيد دخلت قلوبنا جميع بس الفنان فهيم نفسه أحمد فهيم نفسه رائع 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 يعني فإعادة الاكتشاف دي بتبقى رائع بالمناسبة بيبقى كده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى فهلا يا صدقي الحقيقة نجمة نجوم رمضان بامتياز إيه أكتر حاجة عجباني في جعفر العمدة جعفر العمدة اتحول للمسلسل الجماهيري بتاع مصر طيب ليه أقولك المسلسل بالطبيعة الحال هو بطولة محمد رمضان وبالتالي هو نجمه الأول لكن الجيد الجيد والرائع السنة دي إنه وأنا أعتقد ده نضج محمد رمضان نفسه نضج محمد رمضان نفسه إيه بقى محمد استحملني الحتة ما تقلقش مش حاجة يعني بس هيئة قبل كده محمد كان بيبقى هو اللي متصدر المسلسل هو اللي متصدر كل المشاهد هو اللي بيغطي على الكل طبيعي وبتحصل ومفهوم ومقبول في أحيان كتيرة لكن السنة دي رمضان تحس إنه هو عامل إيه بقى محمد رمضان مش شهر الله محمد رمضان موسع وسايب مساحات واسعة وكبيرة وده طبعا بالتأكيد بالتوافق مع محمد سامي لأنه الكل يبان والكل يظهر والكل يتقلق ليه هنا بقى بقولك هنا أصبح فيه تراكم خبرة ونطج حقيقي عند محمد رمضان إنه هو أصبح فيه عنده يقين إنه ده ينجحه أكتر ويزيد من لمعانه ومن نجوميته أكتر أدي واحد اتنين محمد محمد رمضان ومحمد سامي باعتبار محمد سامي المخرج ومشارك في الكتابة إنه عمله شخصية جعفر العمدة مش إنه يبقى حالة أسطورية أكثر مما يجب يعني وحتى حالة جعفر العمدة دراما في النهاية ممكن يبقى فيها مبلغ الرجل الذي لا يهزم يعني عادي بتحصل يعني الله يرحمه يا رب الله يرحمه يا رب الكبير الملك فريد شوق يا ما عمل حاجات كده وبالمناسبة فريد شوق ده تاريخ ابن لازينة من النجومية المستمرة حتى اللحظة الأخيرة رحمة الله عليه يعني هنا بقى تشوف إنه لا هو رمضان عمل بقى تركيبة بتاعة البطل المغوار أبو دم خفيف ويدحكك يدحكك بصراحة يعني عليه شوية إفهات مزهلة وفي نفس الوقت عنده تفاعلاته الإنسانية وحرته في رحلة البحث عن ابنه نظرته لابنه أحمد داش وداش السندي أجاد إجادة رائعة أكتر من حاجات كتير عملها قبل كده السندي أحلى حاجة عملها داش وبرافو برافو 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 أحمد داش دلعو ريكا صح كده لو أنا فاهم صح لو أنا متذكر كويس المهم فأظن بيحب يتقالوا ريكا أظن فلو أنا بنتقل الاسم مضبوط المهم إنه التفاعل الإنساني ما بين محمد رمضان جعفر العمدة وابنه سيف داش وفي نفس الوقت إفهات رمضان اللي حلوة وفي الجون وفي مكانها وما فيهاش مبالغة ومش محشورة وفي نفس الوقت الأكشن المعتد بتاع رمضان فأدى إلى إنه الناس حبت جعفر العمدة يا رجل ده فيه حتة وزعه شرباط عشان جعفر العمدة خرج من السجن يعني وكأن الناس مصدق أن جعفر العمدة شخص حقيقي حي عايش ما بيننا واتاخد ظلمه وخرج بالعدالة وميد فل هنا اتحول المسلسل لحالة جماهيرية شعبية جدا شعبوية جدا فأصبح المسلسل فعلا الأعلى مشاهدة في المنطقة العربية بالكامل إنت لو رجعت وشفت حجم مشاهدات مشاهد جعفر العمدة على السوشيل ميديا تجاوزة المليار مشاهدة لإجمالي المشاهد اللي محطوطة على تجاوزة المليار أظن أنها قاعد عمالة بتجري وإحنا بنتكلم دلوقتي ده داش اللي فعلا مش هزار برافو عليه اللي هو عمله وبرافو عليه أداءه لهذه الشخصية وبرافو عليه إنه بيطور نفسه بجدية بيطور نفسه بجدية فهرجعك على إجمالي المسلسل زي ما أنت شايف طب داش أخد مساحة كبيرة جنب محمد رمضان محمد رمضان وأخد مساحته زي الفل هتلاقي كل النجوم الزوجات الأربعة وأخدين مسحته صف صف هلا صدقي وأخد مسحته فهيم سيد وأخد مسحته منزل رايحنا وأخد مسحته كارم وأخد مسحته سسترق النهري وأخد مسحته إلخ إلخ والأخدين مسحتهم وكل واحد لأنه خدم ساحته وعلى ما يبدو الكل مستريح في هذا العمل وتاني هرجع أقول لك ده زكاء محمد رمضان والزكاء محمد سامي اللي اتنين هنا لعبوا معادلة الأزكياء دي معادلة الأزكياء معادلة الناضجين معادلة تراكم الخبرة وهنا برضو بالمناسبة شوص طريق الناري من الناس اللي بظنه أنه هو عامل في الدور ده واحد من أدوار عمره لأنه هو عنده التناقضات بتاعت في المسلسل وجسدها ببراعة والله العظيم بتاعت أنا صح اللي بيحصل ده وده انتقام لابني ولا مس صح وعلينا أن احنا نعيش في هدوء وفي سلام ده مثلا منذر رياحنا في وجهة نظري هو من جوام الشرير يعني هو مش شايف أنه يقترف شرا على الإطلاق وده اللي عجبني في الدور بتاع منذر رياحنا إيه بقى؟ هو عنده قناع ده اللي وصلني عنده قناعة كاملة أنه ده ما أخوه راح هدر ما لم ينتقم من جعفر العمدة وأنه هو شايف أنه كده بيطبق العدالة الإنسانية ده وجهة نظر ده تصوري ده انطباعي ده اللي أنا فاهمه من الشخصية بتاعت منذر رياحنا فهرجعك هو ليه جعفر العمدة حظى بهذا النجاح الكبير جدا واللي أظنه هيفضل هذا النجاح مستمر لحد رمضان اللي جاي وهنا هيبقى الصعوبة الكبيرة قدام محمد رمضان وقدام محمد سامي فإنه هما إزاي هيقدروا يبنوا على النجاح بتاع جعفر العمدة نجاح أكبر منه وهنا بقى دي الصعوبة سيئك الناس تقول لك إيه الصعوبة الحقيقية ليست في النجاح وإنما في الاستقلاء لا أنا مش من القصة دي خالص أنا أقول لك النجاح اللي بجد هو أنك أنت تنجح وبعدين تحصل هزة الماء أو كبوة الماء وبعدين تروح طالع ناجح نجاح أكبر من اللي عملته في نجاحك السابق على كبوة أو أزمة ربنا ما يجيب أزمات بس هما دلوقتي عندهم اختبار وعندهم حمل كبير رمضان الجاي بإذن الله سبحانه وتعالى يديلنا وديلكم العمر اللهم بلغنا رمضان القادم والأمين هيعملوا إيه فعشة رجالة ما شاء الله تتشود برافو 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 مسلسل جميل لطيف تشاهده الأسرة المصرية بنتحك وبنتبع الأكشن والختماء بالمناسبة والقفلات بتاعت سامي حلوة منك سامي قفلت كل حلقة في الجون ميا ميا عاش احنا نفصل ولا نختام ولا يا أولاد فصل فصل ونكمل الكلام طيب كلها كم يوم كده وهنعيد كل سنة ونتو طيبين فعلا رمضان عد بمنتهى السرعة عارف يعني عد علينا كده احنا ملحقناش انا حاسس ان رمضان ده كان اول مبارح مش هزار يعني ومش قادر يستوعب فعلا ان احنا النهاردة 25 رمضان لكن على كل هوا ده ده الحال يعني زي ما بيتال رمضان بيعدي بسرعة وهوب بنروح دخلين على العيد السؤال دايما اللي هيطرح نفسه ترى هل ترى هل ترى هل وزارة التموين مستعدة للعيد مش احنا مبارح كنا عاديين بنتفرج انا وانتو تركوا بصوا يا جماعة اللقطة دي المصريين نزلوا يشتروا ويهيصوا ويجيبوا حاجة العيدين يعني حاجة عيد القيامة وحاجة عيد الفطر المصريين نزلوا بيقام المصريين ينبسطوا بالشراء يحزوا الشراء قد يعنيهم احنا شعب يحب ايه يصرف وينبسط ومالوا ربنا يجعل كل حياتنا اعياد قول ان شاء الله هل التموين مستعدة للعيد قتو يجي تقولي يعني ايه مستعدة للعيد اقولك بقى لا ما هو دخلت العيد هنا بقى ايه على طول المصري بيبدأ يغير من عاداته العادات بتاعت ايه عادات الاكل والشرب يقولك رمضان خلص اديها طب اديها ايه ناس في مصر تحب اول ما يهل علينا العيد الناس تحب الكحك والبسكوت والغريبة ده نمرة واحد نمرة اتنين الفسيخ والرنجة والاسماك المملحة يعزوا كده جدا طب سؤال هل وزارة التموين مستعدة في مجمعاتها الاستهلاكية انها تنزل لنا بسكوت غريبة كحك سمكتين رنجة حلوين نسأل الاول نرحب ونقول كل سنة وحضرتك طيب استاذ محمد ابو مندور رئيس قطاع التجاري بشركة النيل المجمعات الاستهلاكية كل سنة وحواتك طيب افن او انت الصعر سنة ايسف فيه ايه الاحوال الكل تمام الحمد لله والله احنا سنعنا كبير ايسف فيه والله يا ربي خليك ربك اعشل الاول سعيد ان انا على شاشة القناة الاولى وفريق اعداد محصرم والمجمع يسف الحسيني او الله يا فن واحب اهن اخوات الاقباط بهذه القيامة المريد وحنا الشهر ده جميل اولى بيش تديه الله اوي الشهر رمضان ليلة القدر عشان من نتيب عيد القيامة عيد الفطر بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظ مطر قائدا وشعبا والامن والامان احنا فيه والله احنا في حالة ليسته الحمد لله تمام شهر جميل وعيادنا كلها ربنا عيادنا كلها عياد احنا وخواتنا الاقباط يا رب اللهم امين اول سؤال بقى عايزين ناكل كحك وناكل رنجة بس عايزين اسعار حلوة هل هنلاقي في شركة النيل ولا ايه الحمد لله النهاردة هناكل بكرا ان شاء الله لازم اخواتنا اللي بتحيني نحتفل بينهم الاول ووفرنا رنجة على احسن مستوى نمر واحد اولا في رنجة كتير واسعار كتير بس انا عشان اجيب حالة ده موصوب بيها وسمة هارنجة مفرقة بجيب على اعلى مستوى الحاجة اللي انا بأعرض عندي في المغمع بتسعين هتلاقيها بره بمية خمسة وثلاثين ممكن اجيب بخمسين وممكن اجيب بره بمية خمسة وثلاثين بس الحالة اللي هو الثلاث مش هو ده اللي يعني اللي جهات الرقبية عندي فتسنحش بعرض هذه المنتجات يعني رنجة نمر واحد اللي بره بمية خمسة وثلاثين رنجة مطرخ رنمر واحد مستوى بتابعة الشركة تقدر الصعاد الغذائية عن طريق شركة مصمية بتسمير اسمال شركة متخصصة تقدر تجبع عيقة رقبية على اعلى مستوى من اول السابقة بتخش غاية ما تتملع غاية ما تتقلع غاية ما تتقلع ده هتلاقيها بره بمية خمسة وثلاثين هلقيها بتسعين في المجمع عندنا بتسعين بره بره بسلسور الخارجي بشأل مية خمسة وثلاثين وتبقى محترمة ويعني بانشرفت ان احنا عرضها في مجمعات طب وتبقى موجودة ولا هتخلص في البادري بادري لا لا يا فاندقى السابقة رينجة موجودة عن دولة ثمت السنة الحمد لله موجودة بالكميات وفيرة مع اخواتنا احنا بقى اخواتنا الاتباط هاي بقروا يقلوه احنا بعد الهيل على طول الهيلة خلية عن رينجة وفتنا طالما هم كانوا ها نعتبر نفسنا كاننا ومالوا احنا برضو عشان نستحيدوا احنا قول فاندقى احنا شعب واحد وكانوا واحد لازم نستحيدهم بقى في الحاجات طبع طبع وفي الاندقى فيه واثرة معاهم في الفتيكوش وفينجة ان شاء الله طب كحكو غريبة وبسكوت والازم منه والله احنا الحمد لله يعني في نعمة معاند ربنا عندنا مصنعين على اكبر مستوى تفعيل الشركة القفضة وزارة التنوين شركة مطاحة شمال وشركة العامة المخافضة القاهرة الشركات دي رئيسة ما بيكون شركات وموظفين بيشتغلوا بقليات وبنظم وبمواد يعني التهديرات يعني انافظ التقنية والآه يعني انافس الس refres الحمد لله عندنا المتقويب من بذكب مئة وعشرة عندنا الكحك بمئة وعشرين عندنا عربة كحك مش تشكيلة بمئة وعشرين جنيه عندنا عربة 한 2 كيلو بمئة الوخمسين جنيه عندنا عربة 3 كيلو بربة وخمسة جنيه عظيم جداً أنا عندي كحك وعندي بسكويت عندي كحك وبسكويت وغريبة غريبة؟ طبعاً يا فن تخطونات بالضبط لو أنت حدك وقفت عند أعلى مستويات في الصور الخليجي هتلاقي قلبة مثلاً من 20 كيلو 340 أنا بعروضها بالضبط من 250 سابق 25 مئة عصور خليجي الرقم جيب الضبط بس هو فعلاً ده سابق الأساس يعني غريبة حلوة كده ونعمة من اللي بتدوب في البقء دي يا بس أنا بقول لحضرتك بقديم وغطفات معينة تتحط التركيبات يعني إيه؟ بس لأما يقلل أو يزود في التركيبة باش ياخد رجيبه ده أنا بغفت استعليمات وبيتم عرضه داخل الشركة القبضة نصعدة كدهية وفيه رقابة بقى مصارمة في خلال الموسم المقطعين بقول بسم الله إن شاء الله موجودين في الكحك موجودين في المغبوزات موجودين معانا في حلوة مولد الحمد لله بيكفوا احتياجات الشركة القبضة كلها سبع شركات من القاهرة الأطوال طيب الله ينور عايزين نقول لك ألف شكر ونقول له ذات التموين شكرا وكلها كم يوم كده وهتلاقينا نازلين دخلين على المجمعات ننزل نجيب لا احنا من النهار ده ننزل نجيب رينجة ونجيب كحك وبسكوت وغريبة نحطهم في البيت عشان أول يوم كده ايه؟ نبقى جهزين كل سنة حدق طيب محمد بيه وبإذن الله عيد سعيد علينا وعلى الجميع كل الشكر للأستاذ محمد أبو مندور رئيس القطاع التجاري بشركة النيل المجمعات الاستهلكية عزيز المواطن عايز تشتري حاجة العيد خش على المجمعات فورا هات الحاجة سعرها طيب ومهاود وابن حلال واللي عاوز يبيع غالي خليه يبقى ياكله هو لحد كده خلصت الحلقة ولو كلمنا العمر نقابلكوا بكرة فنفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة